السلام عليكم ورحمة الله وبركاته جمعة الخير معكم الجنرال وخالد صلى على النبي ثانيا ادخل سيرفنا للدسكورت لاعك اشتراك الاخرية هذا الكلام ازاي طبعا اليوم بنشرح عن باونتي وبنشرح عن ذي الاشياء الزفت تمام؟ بنشرح لكم عن اللعبة يعني لان في ناس كثير جدد مفاهمين طيب اولا للي مو جدد كمثال الكولا حاليا في ناس اول ما تجيهم كولا يقدون يصرفون على الشخصيات على الشخصيات ما نصحك اخوي ابد انك تدفع لو لو كولا واحد على شخصية كولا خراب حرفيا بيخرر بحسابك ذالشي وبالنهاية بتندم اقول لك لو تطور حسابك بتندم لو تبيت اشتري شي اشتري ذي بس ذي او باونتي كونز او اكس بي واحدة منها ذول الثلاثة بس غيرها اعرف انك خسرت الكولا على الفاضي لان شخصيات الكولا ما لهم قيمة تاني ان الشخصيات اللي زي كذا اللي بالمجر المجاني ما نصحك ابدا انك تدفع عليها ولو حجر واحد اصبر تمام يمديك تشتري من هنا وخلاص طبعا لو تبيت اصرف الاحجار الذهبية تمام اصرفها على شخصيات شخصيات لها فايدة شخصيات الباونتي فست اكستريم اي شي زي كذا والشخصيات العادية اللي زي كذا وش تسوي فيها من المجر المجاني بس طبعا كيف تفرق بين الشخصيات الباونتي فست والثانية طبعا الشخصيات الاساسية باللعبة اللي هي الباونتي فست بتلاقيها بالمجر المدفوع بس هي ما في غير هذا اما الشخصيات العادية بتلاقيها بالمجر المجاني طبعا تكون هي من اضعف الشخصيات باللابة يعني الباونتي فست غالبا كله مقوى منها من الشخصيات العادية تمام واذرونا عادة الكلجات وعلى المصائب دي على كل حال نكمل طبعا بتكلم لكم يا اخوان الحين عن الشخصيات وكيف وتطور ومدري ايش الاخره طبعا انت ركزا الباونتي فست احجار صفرة ما تصرف الا على باونتي فست او اكستريم غيرها لا والف لا لا والف لا والفين لا بعد طبعا الباونتي فست يا كثرهم طبعا ومعروفين عاد زي دوفي زي شيريو زي اولتي زي جاك زي ذول الشخصيات اللي تستحق زي لاو ونغشيمة زي لوفي نغشيمة زي كده وفرانك الحديدي يعني الشخصيات هي اللي تصرف عليها احجار غيرها لا تصرف احجار تمام بالاضافة ما انسى اهم شي الباكيجات اللي تديك رخيصة لو حتى لو في باكيج اكستريم فك للشخصيات اللي الباكيجات اللي الجواهر فيها قليل يعني تفك بجواهر قليل احسن لك ب الف و الفين مرة بعد يعني انا اقول لك حاليا حسابي ما كان فيه تقريبا اربعة عشر شخصية ماكس ومن الباكيجات ذي اللي رخيصة حاليا وصلت الحساب بخمسين شخصية ماكس تقريبا فانصحك انصحك انك بس تدفع بس تدفع الجواهر الباكيجات الرخيصة او اكستريم اذا ما في باكيج رخيص ثانيا الهايبر بوست تمام بيفيد الدعم شخصية عندك من المتجر المجاني يشتري لها الاحجار ذي تمام الاحجار من المتجر المجاني عشان الهايبر بوست اهم شيء ثانيا الدعم لا مدري كم رقم كم المهم الدعم يا اخوان الدعم طريق التطويره طبعا سهله اولا شخصيات سكلات ثانيا الشخصيات اللي نجمتين او ثلاث نجوم مطورها تفيد الدعم مرة طبعا تروح لان هنا لو تريد تعدل دعم اكتوك ماخد حساب جديد اضغط هنا بعدها ايش اه 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 ايه ان تلقي الميداليات من كل الشخصيات كل 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 الشخصيات واحدة واحدة لا تبقي ولا شخصية ما تشيل من هالمييداليات احسن لك وووو ايش الدعم الاخضر الحال اخوان الله لو كنت تلمين هايewا حطه واتوسيلكت يعطيك اقوى دعم ممكن يجيك وطبعا يوم يعطيك اقوى دعم ممكن يجيك ان يفضل شخصيات للدعم وحط عليها الميداليات كلها وطبعا میداليات توفل 9 تمام لا تنسها ثاني الميداليات كيف تطورها تطويرها سهل طبعا الميداليات تطويرها تقدر تقدر تقول سهل يعني والله انها معقدتني بالحساب طبعا لانها لازم تطور الميداليات ها هي بالحساب لو بتبادل الاخرة وعذرونا مستاجلياني شويتين وبيخلص سريع تمام زي ما تشوفون طبعا تسوي التطوير الأولى والباقي يخليها مع الوقت تتطور معك تمام وش باقي خلاص توقع ما تباقي شي طيب لا تنسوني أخوان البوست ثري للشخصيات الأربع نجوم ركزوا عليه ركزوا عليه ركزوا عليه والشخصية يعني اللي تشتريها من المتجرة العادي لأنه بيزيد الدعم جدا 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 بيرتفع دعمك وبيصير اسطوري حرفيا طبعا اخوان هنا نهاية المقطع لا تنسى اللايك والاشتراك واذروني الجودة واني مستاجل يلا مع السلامة